الرقم القياسي لأطول فترة نزاع سياسي بعد الانتخابات في العراق منذ الاحتلال الأمريكي 230 يوما منذ إغلاق صناديق الاقتراع التي تجاهلها أكثر من 85% من الشعب العراقي ولا تزال الأحزاب المتصارعة عاجزة عن الوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة أو تسمية رئيس الجمهورية حتى لتشهد العملية السياسية سيناريو لم يتكرر إلا في عام 2010 عندما تشكلت حكومة نور المالك الثانية بعد 208 أيام من الانتخابات الظروف اليوم ليست ظروف الأمس وملامح خراب العراق تجلت في أشد صورها وضوحا في هذه الفترة حتى تخطت المنظومة الحاكمة حدا لا معقول في بديهيات العمل السياسي ومن هذا المنطلق يرى مراقبون أن الأحزاب والكتل فقدت فاعلية التوافق على الحصص والمكاسب وذلك ما يحصل حينما تكثر الأطماع ويصل الجشع السياسي إلى أبشع صوره في عرف شركاء خراب البلاد قطبة الصراع السياسي التيار الصدري والإطار التنسيقي طرحا ما بجعبتهم من أوراق مساومات على الطاولة دون الوصول إلى اتفاق فالخلافات كما يبدو لا تنحصر على شكل أو آلية تشكيل الحكومة الجديدة ومشاركة طرف فيها أو استبعاده منها هناك ملفات أعمق تتعلق بملكية الدولة العميقة والحديث هنا عن الأجنحة الميليشيوية للصدر والإطار التنسيقي فكل الطرفين يريد أن تكون له أرجل الاختباط التي تتغلغل في كل مفاصل الدولة اقتصادا وسياسة وأمنا هذه الخلافات بدأت تظهر للعلن بين الأحزاب النافذة بعد انتهاء حقبة قاسم سليماني الذي كان يؤدي دور الضامن والضابط للتفاهمات طوال السنوات الماضية الحقبة الجديدة تشير إلى ما يمكن تسميته شيخوخة العملية السياسية وتصدع أساساتها التي بنيت على غير مصلحة الشعب العراقي